موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية والبداية بالعنوين الميليشيات الحوثية تجند الأطفال وتستخدم المدنيين دروعا بشرية في مناطق سيطرتها الحكومة تتؤكد أن الوضع الراهن لناقلة النفط الصافر لا يحتمل مزيدا من مراوغات ميليشيات الحوثي عسيئون تستعد لتنظيم مليونات تعبر عن مطالب أبناء حضر موت موسيقى إذن أعلن التخلف العربي عن إطلاق ميليشيات الحوثي أربعة صواريخ بلسية من الحديدة ومطار صنعاء باتجاه حجة وأكد التحالف العربي أن الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطارها ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي وأضاف أن التحالف سيتخذ إجراءات لمنع ذلك وحماية المدنيين انتزع مشروع مركز الملك سلبان مسام أكثر من 3800 لغم خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير زرعتها ميليشيات الحوثي في مختلف المحافظات وذكر المركز في بيان الله بأن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام حتى الآن بلغت 318746 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن أفدت مصادر رسمية بأن الميليشيات الحوثية قتلت بوسائل مختلفة أكثر من ألف طفل في محافظة مارب منذ شروعها بالحرب ضد المحافظة عام 2015 وقالت المصادر إن هذا العدد من الأطفال الأبرياء قتلتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية باستخدام الصواريخ والألغام والطائرات المسيرة وذكرت المصادر أن آخر جريمة ارتكبتها ميليشيات الحوثي في محافظة مارب كانت الأسبوع الماضي وسقط على إثرها 39 مدنيا بين قتيل وجريح شدد باحثون يمنيون أن استخدام ميليشيات الحوثي الإرهابية المدنيين دروعا بشرية يعكس أيدولوجيتها الإرهابية وذلك نظرا لاستمرارها بارتكاب الجرائم ضد المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية منذ انقلابها على البلاد في ندوة بعنوان استخدام ميليشي الحوثي للمدنيين كدروعا بشرية تصعيد الميليشيات العسكري وتعطيل فرص السلام قال باحثون يمنيون أن استخدام ميليشي الحوثي المدنيين دروعا بشرية يعكس أيدولوجيتها الإرهابية وذلك نظرا لاستمرارها بارتكاب الجرائم ضد المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية وفي الندوة ذكر حقوقيون أن الميليشيات ما زالت تستخدم المدنيين دروعا بشرية لعملياتها العسكرية المختلفة موضحين أن الميليشيات تحتجز المدنيين في مواقع عسكرية وتخزن الأسلحة في مواقع مدنية كالمدارس والمستشفيات وتستخدم الأماكن السكنية كمنصة لإطلاق الصواريخ والمكذوفات استحضر الباحثون بداية استخدام الميليشيات للمدنيين دروعا بشرية بدءا من قرى صعدة في عام 2004 حين نقلت الميليشيات المختطفين إلى مواقع عسكرية وأماكن تخزين السلاح واستخدمتهم دروعا بشرية لحماية مقاتليهم واستخدامها المواقع الأثرية بتعز لقصف المدنيين وحفرت في مدينة الحديد الخنادق وخزنت الأسلحة بأماكن مأهولة بسكان وتستخدم مطار صنعاء كثكنة عسكرية ناشطون حقوقيون اعتبروا خلال ذات الندوة العنصرية الطائفية لميليشيا الحوثي خطرا على اليمنيين والعالم أجمع وهي لا تختلف عن أيدولوجية الجماعات الإرهابية كداعش والقاعدة الإرهابيين وقال صحفيون إن الميليشيات الحوثية تحاول ابتزاز الجهات الدولية باستخدام المدنيين كما أنها تعتقل ناقلة النفط العائم صافر للابتزاز في إشارة إلى اتخاذ قيادات عسكرية المستشفيات أماكن سكن لهم واستخدام الحصار للكسب والربح وجني المزيد من الأموال لمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان من القاهرة أهلا وسهلا بك معنا أستاذ نبيل عبد الحفيظ في قناة الغد المشرق في البداية يعني من استخدام المدنيين كدروع بشرية وتجنيد الأطفال والزراعة الألغام التي تقوم بها الميليشيات الحوثية وذلك يعني تلك الانتهاكات المهددة للحياة إلا أن الميليشيات لا تزال تمارس هذه الانتهاكات بدون رادع أو خوف إلى متى برأيك؟ بداية أنا صعد الله وسأك يا أخي العزيز أنت وجميع السادة المشاهدين هذا جزء من عقيدة هذه الجماعة ومنهجيتها جعل المدنيين أو استخدام المدنيين كوسائل للاستمرارية والبقاء والأعمال المنافية للأخلاق والأعمال الإجرامية بشكل عام وبالتالي أنا أتوقع أن هذه المنهجية لا يمكن أن تتغير لأنها جزء أصيل في أسلوب عملهم ونمط تفكيرهم ولذلك ستجد زراعة الألغام بهذه الأعداد المهولة حيثما تواجدوا ستجد استخدام المدنيين بعمليات الاختطاف ووضعهم في السجون والأماكن الاختطاف والاحتجاز ستجد عمليات تجنيد الأطفال ستجد عمليات الاستخدام المدنيين في مناطق عسكرية استخدام الأحياء السكنية كأماكن لتصنيع الطائرات المسيرة والاطلاق الصواريق الباليستية بمعنى بشكل أو بآخر هم يقولون وبوضوح حتى في إطار وثائقهم الدينية أن كل من هم خارج السلالة هم خلقهم الله ليكونوا أدوات للحفاظ على السلالة وعلى استبراريتهم لذلك هم واضحين في هذا الجانب كما يسمون أنفسهم بالقناديل ويسمون أبناء الشعب بالزنابيل فهم لا يرون في المدنيين إلا هذه الوسيلة التي أوجدها الله من أجل أن تكون جزء من حمايتهم وحماية مشروعهم القدر طيب بعض الإحصائيات من قبل منظمات المجتمع المدني أستاذ نبيل ألف طفل قتل فقط في محافظة مأرب نهيك عن محافظة تعز وغيرها من المحافظات 13 ألف عائلة غجرت خلال النصف الأول من هذا العام الجديد أربعة ملايين يمني لا يجدون المأوى والغذاء يعني الأمم المتحدة كأنها لا تسمع ولا ترى هذه أيضا من الأشياء التي تجعل هذه الميليشيات تستمرئ هذا الوضع وتعتبره بمثابة الضوء الأخضر التخاذل والطريقة البطيئة التي تتعامل بها المنظمات الدولية في مواجهة هذا المشروع وهذه الأعمال وهذه الانتهاكات وهذه القرائم لطالما تحدثنا أن الأمم المتحدة معنية بشكل واضح وصريح في القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي القانون الدولي الإنساني وفي مقدمتها اتفاقية جينيف الرابعة وابن البروتوكولة الثاني الملحق بالقانون الدولي الإنساني كلها تؤكد على دور الأمم المتحدة في حماية المدنيين أيضا قضية الإشراف على قواعد الاشتباك الدولي ستجد المنظمات الأمم المتحدة تسارع في التباكي وكلما كان هناك أي أعمال عسكرية تقوم بها القوات التحالف العربي لدعم الشرعية لكن بالمقابل ستجد صمت وتلكؤ ولغة ضبابية ورمادية وأحيانا يصل الأمر من الصفاقة بمكان إلى الحد الذي يتطلب فيه المنظمات الدولية ضبط النفس من جميع الأطراف وهم يشاهدون كل هذه الانتهاكات يعني على سبيل المثال القتلى من الأطفال في العام الماضي يقارب أكثر من ألفي طفل وبالتالي نحن أمام رقم كبير جدا ممن قامت الميليشيات بتجنيدهم من قامت الميليشيات بتجنيدهم خلال السبع السنوات الماضية يزيد عن أربعين ألف طفل يعني نحن نتكلم عن أرقام مخيفة ومهولة نتحدث أيضا عن أن هناك قرابة أربعة مليون وثلاثمائة ألف إنسان ما بين مهجر قصريا من مناطقهم أو نازحين وبالتالي رغم هذه الأعمال التي أدت إلى هذه التهجير وهذا النزوح أيضا لم يسلموا من إطلاق صواريخ باليستية متعمدة على المخيمات الخاصة بالنازحين يعني هناك جرائم هي توصيفها الواضح والقانوني في القانون الدولي أنها جرائم إرهاب وبالتالي كان يفترض ومنذ زمن أن يكون هناك تصنيف لهذه الجماعة كجماعة إرهابية بكل ما تقوم به من أعمال إجرامية طيب سيد نبيل رغم ما قدمتمه في وزارة حقوق الإنسان من تعريها لهذه الميليشيات وانتهاكاتها تقديم الملفات تقديم الجرائم كذلك تعريتهم أمام منظمات المجتمع المدني ما الذي تريد الأمم المتحدة أكثر من هذه الانتهاكات حتى تقوم بتجريم هذه الميليشيات ويعني الاكتفاء فقط في أحيان كثيرة بالإدانة كما قلت لك حتى الآن نحن نعلن دائما عن استياءنا الشديد من مواقف المنظمات الدولية التي إما أن تكون في إطار الشكب والاستنكار أو في إطار أحيانا للأسف الشديد تواصل العمل مع هذه الميليشيات على الرغم من أنها تعلم تماما أنها بهذا العمل تساعدهم على أعمالهم الإجرامية مثلا لطالما تحدثنا عن عمليات نهب المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن من خلال هذه الميليشيات التي تفرض نفسها على المنظمات الدولية وبالتالي تذهب بهذه المساعدات إلى أيدي قيادة الميليشيات وإلى المجهود الحربي كما يسمونه في الوقت الذي يحتاج كل مواطن لهذه المساعدات ومع ذلك حتى الآن ما تزال هذه المواقف هي مواقف ضبابية تعطي ضوء أخضر كما قلت لك للميليشيات التي تستمر في أعمالها وإجرامها نحن أمام حاجة ملحة الآن إلى أن يكون هناك موقف دولي يقيم جرائم الميليشيات الحوثية ويصل إلى قرار بتصنيفها كجماعة رهابية كمدخل أساسي للتعامل معها أنا أشكرك سيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان كنت معنا مباشرة من القاهرة شكرا لكم استمرت موجة النزوح القاسية في عدة محافظات على إثر التصعيد العدواني لميليشيات الحوثي والاعتداءات المتواصلة على التجمعات السكانية ومخيمات النزوح وقالت مفوضية اللاجئين إنه خلال الشهر الأول لعام 2022 اضطر أكثر من 13 ألف يمني للفرار من منازلهم وذكرت المفوضية على حساباتها بموقع التواصل اجتماعي تويتر أن هذا العدد يضاف إلى مجموعة الأشخاص الذين أجبروا على النزوح في اليمن والمقدر عددهم بأكثر من أربعة ملايين شخص أكدت الحكومة أن الوضع الراهن لسفينة النقل الصافر لا يحتمل إهدار المزيد من الوقت ومروغات جديدة من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية وأشار وزير الخارجية أحمد بن مبارك خلال لقائه منسق شؤون الإنسانية ديفيد جريسلي إلى رفض ميليشيات الحوثي كل الحلول التي طرحتها الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية لافتاً إلى جهود الحكومة لإيجاد معالجة عملية لحالة الخزان صافر وإنهاء الخطر المحتمل للتسريب لمناقشة هذا الموضوع انضم علينا الدكتور علي العمودي وهو خبير البيئة والتنمية المستدامة أهلاً وسلم بك معنا دكتور علي العمودي في قناة الغد المشرق في البداية هذه الخروقات من قبل الميليشيات الحوثية طيلت هذه السنوات بعدم صيانة خزان صافر وعدم السماح للأمم المتحدة بصيانتها نود أن نفهم منك ما هي خطورة تسرب النفط من الخزان النفطي السلام عليكم حقيقة الأمر الخطورة شديدة وكبيرة جدا إذا لا قدر الله وحصل يعني حصل تسرب نفطي أو حصل انفجار للخزانات نتيجة تفاعلات الهيدروكاربون المودة الهيدروكاربونية التي في خزان الصافر للأخوان المشاهدين والمستمعين للعلم أن خزانة صافر كما كما ذكرت التقارير الدولية من بداية الأزمة كانت تحمل مليون واربعمائة برميل نفط خام وهذه الكمية ليس من المعقول أن تبقى طوالة هذه السنوات هناك سيناريو ونحن خبراء في مجال البيئة والهندسة الكيماوية نشك بأن الكمية هذه ما زالت موجودة على الصافر كثير من الشوارات وكثير من السيناريات تداولتها وكالة أنباء عالمية بأن الحوتيين قد يكون بطريقة أو بخرى تم إفراغ السفينة من هذا من هذه الغزانات ولكن لكي تلعب لعبات سياسية وتكون ورقة الضغط على الحكومة الشرعية وعلى الأمم المتحدة وحتى تكون ببيدها فما زالت عمل لنفترض طيب دكتور أنت لم تجبني على السؤال بالتحديد لا لا أتفضل تفضل تفضل الخطورة الخطورة تكمن بأن إذا حصل تسرب نفطي مادة الكرويد الزيت الخام أو النفط الخام هذه ستشكل أكبر كارثة بيئية في العالم لأن هناك أكبر كارثة مسجلة الآن 850 ألف طن لأن هذه مليون واربعمية الخطورة تكمن تأثير اقتصادي على البيئة البحرية تأثير تأثير بيئي على الشعاب المرجانية المنفذ منفذ البقاب المندب كممر عالمي للسفن التجارية سيتم إقافة وبالتالي الأضرار تكون اقتصادية واجتماعية الصيادين كمان بين حرب من هذه المزاورة المهنة إضافة إلى آثار بيئية شديدة لن يتم إزالتها لأقل شيء ثلاثين ثلاثين ثلاث سنوات من السنين طيب دكتور لماذا برأيك لا نرى تحرك جاد من الأمم المتحدة ومنظمات البيئة بخصوص خزان صافر النفتي والاكتفاء بالقول أن الميليشيات الحوثية لا تسمح لنا بالدخول يا سيدي السيناريو هذه نحن سابعناها حتى عبر قاعدات الغداء المشريق والقنوات الأخرى من خمس سنوات الأمم المتحدة أبدأت للعقبة لأن تدرك خطورة هذا الأمر وخطورة هذه القنبلة الموقوطة اللي كانت الفنية في الأمم المتحدة منظمات المتحدة الإنمائي برنامج الممتحدة للبيئة المنظمات الأخرى تدرك هذه الخطورة فقامت بكثير من الاجتماعات من صدور قرارات بإضافة إلى بعثة فنية وأنا كانت مشارك معهم في الحوار في الأمور هذه إلى جبوتي أقرب منطقة حتى يصلون إلى السفينة الكلام هذا من ثلاث سنوات وأنا كانت على تواصل مع بعض الخبراء اللي بعلاقة طيبة معهم كانوا موجودين على الإستعداد بطائرة هوليكارتر أنهم يصلون إلى السفينة ولكن قال رد الحوثي أنهم يمنع منصول هذه البحثة وطبعا عشان يكسبوا الوقت ويكسبوا السياسة فأنا أريد أقول حاجة كلمة وحدة أن هذه قضية عبثية قضية الصافر قضية عبثية أشكرك دكتور كما هي حرب العبثية في اليمن أنا أشكرك دكتور علي العمودي خبير البيئة والتنمية المستدامة كنت معنا عبر الهاتف أمرت ميليشيات الحوثي بإغلاق مكتبة في صنعاء يمتد تاريخها إلى نحو أربعين عاما وقالت مصادر مطلعة إن محكمة تابعة للميليشيات أمرت بإغلاق مكتبة أبي ذر الغفاري إحدى أشهر المكتبات في اليمن والموجودة في شارع حد في إطار الحرب الفكرية التي تمارسها الميليشيات الحوثية ضد المؤسسات الثقافية والإبداعية بمناطق سيطرتها وقف المجلس الانتقالي الجنوبي أمام الأحداث المؤسفة والتصرفات المسؤولة التي شهدتها مدرية خور مكسر أوجه المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعه بسرعة إخراج القوة الأمنية المتواجدة في جزيرة العمال وإحالة جميع العناصر المتورطة في هذه الأحداث إلى القضاء العسكري وأكد المجلس الانتقالي أن تلك التصرفات الفردية الرعناء ستقابل بإجراء عقابي حازم وفقا للقانون حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات عقدت اللجنة الأساسية للتحضير لمليونية ودي حضر موت تحبر عن مطالبة أبناء حضر موت بترحيل المنطقة العسكرية الأولى وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض ولقاء حرو اجتماعات مكثفة ومتواصلة من قبل اللجان الأساسية لإقامة مليونية سيئون هنا في سيئون يتم التحضير لمليونية ستجمع الطيف الحضرمي لتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياضي ولقاء حرو نحن اليوم اجتماعنا في المقر واجتماعنا باللجنة التحضيرية واللجنة الأمنية واتدارسنا الأمور وإن شاء الله الأمور بإذن الله تكون طيبة ونتمنى من الله أن يعيننا على الوادي وضعه صعيب صعيب مرة لكن إن شاء الله نحن نتجاوز هذه المشكلة وإن شاء الله تمر الأمور طيبة بإذن الله سوف تشهد هذه المدرية تحضيرات ييدة منذ هذا اليوم وإن شاء الله هذه اللينة التحضيرية في حالة انعقاد مستمر حتى يوم المليونية في الثاني عشر من فبراير 2020 ميلادية اللجان يشارك فيها أعضاء من الجمعية الوطنية ولجنة لقاء حر والشباب الأحرار ومجموعة نساء حضرميات وفي اجتماعاتهم ناقشوا ترتيبات مشاركة الوفود من مختلف المديريات والمناطق وآلية التجهيز الجيد للمليونية الكبرى للمطالبة بإحلال قوات النخبة بدلا عن المنطقة الأولى هذه المليونية ستحقق لنا الكثير من العمال وتطلعاتنا من أجل استنزاع حقوق حضرموت وحقوق كل مواطن حضرمي حضرموت عانت الكثير ولا زالت تعاني وطالب كل مواطن بالحشد لهذه المليونية لأن هذه المليونية كما ما قلنا لا بد أن تكون لها صداء ولكون لها عثر على مستوى الوادي المليونية المرتقبة يوم السبت القادم وسط سيئون ستدعو لضرورة التكاتف والاستفاف الحضرمي لنبدل فرقة والخلاف وانتزاع حقوق حضرموت والدفاع عنها والعمل الجاد لتمكن أبناء حضرموت من إدارة شؤون أمنهم وثرواتهم محمد بحفين الغد المشرق سيئون ينضم إلينا أمجد صبيح وضو اللجنة الإعلامية لفعالية سيئون أهلا وسلم بك معنا أستاذ أمجد في قناة الغد المشرق في البداية لو تحدثنا بتفاصيل أكثر عن استعداداتكم لمليونية واضي حضرموت التي تطالب باستعادة حقوق حضرموت المسلوبة تفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نحن في اللجنة الإعلامية كأعضاء لجنة الإعلامية ومدراء تحرير أو رؤسة تحرير المواقع الإخطارية الحضرمية وبعض الشباب الناشطين وأكثر من شعب مصمم وكاتفي تقارير ومحتي المحتوى انطلقنا منذ فترة أو منذ أيام في طلاق حملاء الإلكترونية عبر موقع حضرموت 21 لحشد الناس وحشد الهمم والتاقات لحالة المليونية طبعا هذه المليونية ستسنون مليونية إن شاء الله حاشدة يشارك بيها يميع ابناء محافظة حضرموت ومتاحلها إلى وديها ومشاركة أبناء صاحبها حضرموت هذه المليونية نرتب لها الآن أو ترتب لها اللجان على أكثر مسعيد داخلي وأعلامي وسياسي وتقافي لإظهارها بالشكل الصحيح وستكون إن شاء الله مليونية تلبي طموحات الشعب الحضرمي وتلبي طموحات أبناء مدرية واضحة حضرموت لتحرير مدرهم من قبرة الاحتلال اليمني وأهلال محلها قوات حضرمية حاصة طبعا الحملة الإعلامية أو الحملة الإعلامية التي أصدقناها كلها مصبة أو صبة في دعوة الناس لهذه الفعالية أو هذه المليونية والمشاركة وعلى صوتهم حتى يصدم العالم كله إلى مطالب أبناء ودي حضرموت أمجد لفت في الاجتماع مشاركة أو مشاركة فاعلة من العنصر النسوي ما هي توقعاتكم بهذا الخصوص؟ كون العنصر عنصر فاعل ومهم في مثل هذه المليونيات؟ نعم العنصر التي في وادي حضرموت وحضرموت كامل عنصر فاعل ومتفاعل في كثير من فعاليات الجنوبية طبعا في حضرموت في المليونيات السابقة قصتنا كاما في المحددة لكثرة المشاركات في هذه المليونيات ولأن النساء شقائق الرجال ولأن النساء هن من يدفعنا بأبنائهن لمعترك العمل السياسي والعمل النظالي وحتى العمل العسكري فهن لازم يشاركنا معنا في هذه الفعالية لأن هذه الفعالية ستكون مؤمنة لمدريات وادي حضرموت ومدريات وادي حضرموت تنادي جميع النشوى ويميع نساء مدن وادي حضرموت للمشاركة في هذه الفعالية طبعا مجموعة نساء حضرموت تقوموا بالدورة الكبيرة والدورة الساعل في مختلف الفعاليات في وادي حضرموت مجموعة نساء حضرموت تحشد وتمكن النساء من المشاركة والتعبير عن حقها السياسية في مدن وادي حضرموت وتقوم هذه المجموعة بالكثير من الدورات والأنشطة لتعريف النساء في حضرموت في العمل السياسي ورسال صرحين عبر مختلف الفعاليات أنا أشكرك ساذ أمجد صبيح وضو اللجنة الأعلامية لفعالية سيئون كنت معنا عبر الهاتف من سيئون إذن مشاهدين النشر متواصلة وفيها بعض الفاصل مدرية الشحر بحضرموت تحيي ذكرى وفاة الشاعر حسين أبو بكر المحضار أهلا بكم الجديد تحيي مدرية الشحر بحضرموت الذكرى الثانية والعشرين لوفاة الشاعر والملحن الغنائي حسين أبو بكر المحضار من خلال إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة التي تستمر لثلاثة أيام ظاهرة فنية لن تتكرر الشخصية التي أسهمت في نجاح كبار المطربين في اليمن والخليج وجزيرة العرب وسين أبو بكر المحضار الشاعر والملحن اليوم يختفى بذكرى وفاته الثانية والعشرين في مسقط رأسه بمدرية الشحر اليوم نسدل الستار على فعاليات الدكرة الثانية والعشرين لرحيل الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار وفي تقرير هذه الفعاليات التي تم تنفيذها رغم محدوديتها ومحدودية كلفتها أيضا لكنها مع ذلك رائعة جدا المحضار قيمة كبيرة قيمة إبداعية لا شك المحضار استطاع أن يخترق جدران القلوب ويسكن فيها ويعيش فيها لماذا؟ لأنه استطاع أن يتغلغل إلى النفوس ويعبر عنها بما لا تستطيع أن تعبر عنه الفعاليات المقامة بذكرى وفاة المحضار بدأت بقراءة الفاتحة على ضريحة ثم جولة في متحفه بالشحر إلى جانب المعرض الثقافي أو الموروث والإبداع هذا المعرض اجتمل على صور المحضار ورسومات وكتب وأركان متنوعة من منتجات الأسر المحضار مهما قيلت من الكلمات ومهما قيلت من الوصف لنتبه في حقه حتى هذه الفعاليات نحن نقيمها نعتورها برضا مبسطة وهي شيء قريباً شيء من الذكر على المحضار المحضار تكلم في نفس الأغنية حارب عشق عتاب عذاب يأس فهذه ما تنطبق أن الإنسان ينقولك إلى ثلاث مراحل في وقت واحد بارتياح لما تسمع الكلمة وتسمع اللحم بارتياح برغم أنه عذاب شيء يأس حرب في منين اليأس ما دامنا لساق على المشيح منا وعرقوب نوجه رسالتنا إلى سلطة المحلية بتقديم الاهتمام الكافي لأغلب الشعراء والفنانين والأدباء والكتاب بمحافظة حضر موت المعرض يتكون من عدة أركان وهمها الركن المحضار وركن الثرات البحري وركن الحضرمي وركن الرسامات ورسمنا عدة صور للشاعر الغنائي حسين أبو بكر المحضار ولد الشاعر حسين أبو بكر المحضار عام 1930 وتوفي في الخامس من فبراير من عام 2000 في مديرية الشحر بعد حياة فنية حافلة 22 عاما على وفاة الشاعر المحضار هنا يتجدد الوفاء للأغنية الحضرمية لسان الحال المحضار لم يمت لا زال حيا في قلوب الملايين محسن بالبحيث قناة الغد المشرق من مديرية الشحر ينضم إلينا من المكلة الأستاذ صالح حسين الفردي الكاتب والناقد الفني أهلا وسهلا بك معنا أستاذ صالح في قناة الغد المشرق إذن هذا الاهتمام الكبير بالراحل الشاعر والملحن الحبيب حسين أبو بكر المحضار نود منك تفاصيل أكبر عن حياة هذا الفقيد تفضل أستاذ صالح تسمعوني أيضا شكرا جزيلا أسمعك جيدا بسام تفضل شكرا جزيلا أولا بسام على هذه الاستضافة في هذه القناة التي تهتم كثيرا بتسليط الضوء على كل المشاهد في حياتنا اليوميا والمشهد الثقافي والفن والإبداعي منها وفي الصميم من رسالة هذه القناة القناة الغد المشرب فاليوم نحن نطل على الذكرى الثاني والعشرين لرحيل هذه الهامة الفنية والثقافية والحضارية الشاعر والملحن الكبير حسين أبي بكر المحضار بلا شك يجعلنا نعود إلى البدايات الأولى لهذه القامة الشعرية واللحنية إطلالته كانت في مجال الأغنية مع منتصف الخمسينيات من القرن الماضي بسام واستطاع منذ الإطلالة الأولى مع باكورة إنتاجه الأولى من الأغنيات الأولى التي تغنى بها أيضا رائد من رواد الأغنية وعميدها الفنان الكبير سعيد عبد النعيم وجدت صدى كبير جدا عن ذواقة الفن والطرب والكلمة العذبة واللحن الشيء في الشحر أولا ثم ذهبت إلى حاضرة الحضرموت المكلة عبر صوت الأملاق الفنان الكبير محمد جمعا خان ثم انتقلت بعد ذلك إلى الوادي وأخذت فضاء أكثر اتساعا في الرقعة الجغرافية الحضرمية لينتزعها بعد ذلك الفنان الكبير أبو بكر سان بالفيقو طيب جميل أستاذ صالح أستاذ صالح إذا سمحت لي لماذا برأيك هذا الكم الهائل من الأشعار والألحان التي كان يقدمها الفقيد الشعر حسين أبو بكر المحضار لماذا بالتحديد ارتبط اسم هذا الفقيد وأشعاره بالفنان الكبير الراحل أبو بكر سالم بسان بالنسبة للثنائية العبقرية الحضرمية المحضار واب الفقه بالتأكيد المحضار عندما استطاع أن يهيمن على المشهد الفني في حضرموت عبر أصوات المبدعين الكبار في تلك الفترة من الستينيات والسبعينيات سعيد عبد النعيم وقبل ذلك محمد جمعاخان ثم كرامة مرسال ثم محفوظ بن بريك وكل المبدعين الذين عرفتهم الساحة وحتى اللحظة بعد مرور أكثر من عشرين عاما وستين عاما منذ البدايات الأولى للأغنية المحضارية اللقاء وثنائيتهم مع أبو بكر بالفقية بالفقية عندما راح إلى عدن من تريم في منتصف الخمسينيات كان يبحث أيضا عن نفسه الحضرمي الأصيل وكان في وحشة من حاجته إلى هذا الثراء الشعري والنحني بالهنك الحضرمي عندما ذهب إلى عدن وجد المجال الفني قد سببه بمراحل من خلال الأغنية العدنية وروادها الكبار وشعراءها الأفذاد لطفي جعفر أمان محمد سعيد جرادة وأحمد شريف الرفاعي وغيره فبالتالي كان يبحث عن صوت شعري ولحني يعيد له هذه الذات الحضرمية التي تسربل بها الفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقية فوجدها في هذا الصوت الشعري القادم من مدينة سعاد الشحر حسين أبي بكر المحضر وعندما التقيها كما قلت أنا كثيرا شكل ذاتا فنية واحدة لم تنفصم عراها حتى بعد الرحيل لم لازم نغترف من نهر هذه الثنائية ثنائية أبو بكر سالم بالفقية وحسين المحضر أو حسين المحضر وأبو بكر سالم بالفقية فكانت التجربة الثرية عندما وجد هذا الصوت الغناعي وهذا الصوت المنصل للغن الحضرمية في كل أسقع العمل المعمودة طيب هناك الكثير من الأعمال الثرية التي قدمها الفقيد الراحل من وجهة نظرك أنت أستاذ صالح كناقد فني ما هي أهم وأشهر هذه الأعمال للفقيد الراحل الشاعر والملحن حسين أبو بكر المحضر من الصعب يعني جدا اليوم الحديث عن روايع للمحضر وأبو بكر سالم بالفقية تعزلها عن السياق العام للأغنية المحضرية فكل رائعة من روايع الفنان أبو بكر سالم بالفقية وحسين المحضر هذه الثنائية بالتأكيد لها محبيها ولها عشاقها فإذا كنت أنا مثلا على سبيل المثال أقول يا ريتي يرجع للزمن ذاك ليفات والتي كان أبو بكر سالم بالفقية في سنوات عمره الأخيرة يرحمهم الله جميعا يرددها كثيرا وكأنه يتأسى بهذا الزمن القديم فكثيرا ما كان يردد هذه الرائعة الغنائية يا ريتي يرجع للزمن ذاك ليفات وأيضا الكثير يذهب إلى رائعة أقوله البعض الآخر سيذهب إلى مجروح منك ألا مجروح البعض الآخر يذهب إلى باشل حبك معي كثيرا هي الروايا التي صنعت هذه العبقرية وسجلت حضورها على المستوى الجزيرة والخليج والعالم العربي أبو المحضار ظاهرة عربية فنية عملاقة لا تقل ثراء ولا عطاء عن أي قامة غنائية ولا شعرية ولا لحنية في العالم العربي أنا أشكرك أشكرك إذا أرجنا أن نقف فقط عن مجموعة الأصوات التي أكمل أكمل ولكن بسرعة أستاذ صالح أكمل إذا كانت لديك لضيق الوقت بسرعة يكفي أننا في الذكرى الثانية والعشرية لرحيل المحضار ما زلنا نعود إلى هذا النهر الصافي للأغنية المحضارية في أجيالنا الجديدة على مستوى الوطن وعلى مستوى الجزيرة والخليج ما زالوا يغترفون من هذا النهر العذب الصافي أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ الصالح حسين الفردي الكاتب والناقد الفني كنت معنا مباشرة من المكلة أما الآن نتابع إياكم آخر الأخبار والمسجدات المتعلقة بجائحة كورونا عالميا إذا نعلن عمدة العاصمة الكندية وتوى حلط الطوارئ في المدينة إثر احتجاجات سائقية الشاحنات المعارضين للإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال إن السلطات لن تستخدم الجيش لمواجهة الاحتجاجات يذكر أن سائقية الشاحنات يحتجون على قانون جديد دخل حيز التنفيذ في الخامس عشر من يناير حيث أصبح من الواجب على سائقية الشاحنات الذين ينتقلون بين كندا والولايات المتحدة الحصول على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا طلبت السلطات بمدينة بايس الواقع جنوب غرب الصين من السكان التزام منازلهم وتجنب السفر في إطار القيود المشددة التي فرضتها الصين مكافحة الإصابات المحلية المتزايدة بكورونا وسجلت المدينة الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع بيتنام 44 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 محلية العدوى كما تم تزيل عدد من الإصابات المستوردة وتقع بايس على بعد نحو 2500 كيلومتر من أقرب مواقع دورة الإلعاب الأنمبية الشتوية شهدت أسهم شركة ميتا مالكة فيسبوك تراجعا قياسيا في قيمتها السوقية وانخفضت قيمة أسهم الشركة بأكثر من 230 مليار دولار في أكبر خسارة يومية تمنى بها شركة أو شركة أمريكية وسجلت أسهم منصات ميتا هبوطا مقدره كبيرا جراء أحباط المستثمرين من الأرقام ربع سنوية التي حققتها الشركة وأدى تراجع سعر السهم في شركة ميتا إلى تراجع ثروة رئيس التنفيذي مارك زوكرنبيرغ بمقدار 31 مليار دولار بحسب مؤشر بلونبيرغ لأصحاب المليارات في أخبار رياضة ويجا نادي وحدة عدن بطلة لبطولة دور عدن الممتاز الذي اختتمت مباريته بمواجهة جمعة الوحدة بالنصر على ملعب حامد بشيخ عثمان انتهت لصالح الوحدة بربعية نظيفة أخيرا أزدل الستار على منافسات بطولة دور عدن الممتاز الذي جاء برعاية محافظ العاصمة أحمد لملس ليتوج بيارق الهاشمي رسميا بطلا للبطولة بفارق كبير عن أقرب منافسيه نادي الشعلة الذي حل وصيفا والتلال بالمركز الثالث دور عدن كانت له أهداف وأهداف كبيرة وعديدة مشاركة أندية الدرقة الأولى والدرقة الثانية والثالثة في بطولة عدن أو في دور عدن الممتاز أعطى الفرصة لكثير من الأندية في الدرقة الثانية والدرقة الثالثة أن تعد نفسيه إعداد جيد وأن تحتك بأندية الدرقة الممتاز إن شاء الله يكون اليوم الختام مسك يليق باسم البطولة ويليق بعراقة الأندية العدنية اليوم عدن تنتصر رياضيا بعد أن أنهت هذا الدوري الطويل لمدة حوالي خمسة أشهر إلى ستة أشهر نشكر الأخ المحافظ أحمد حامد لملس محافظة العاصمة عدن على كل الدعم الذي قدمه سعداء جدا بوصولنا إلى المرحلة الختامية تسعين مباراة تنافست فيها أندية عدن شاهدنا فيها شغف قماهيري كبير وحضور قماهيري كبير شاهدنا فيها مستوى فنين للأندية العدنية يرتفع من مباراة إلى أخرى سعداء جدا 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 الشكر كل الشكر للقاء من المنظومات الدوري الحكام اللاعبين الإدارات الأجهزة الفنية والإدارية رجال الأمن وحدة عدن اختتم مشوار البطولة بفوز عريض على حساب نادي النصر الفريق المثالي للبطولة بأربعة أهداف نظيفة وسط حضور جماهيري كبير البطولة كانت ناجحة بكل المقاييس بدأت البطولة بالشفر المطلوب وانتهت بالشفر المطلوب الحمد لله عزمنا من البداية أن نأخذ هذه البطولة الحمد لله حققنا ما أردنا بتوفيق الله ثم من جهود الكل نقول لمنظم هذه البطولة الأخ المحافظ أحمد حامد الملس شكرا والأخ مؤمن الثقاف شكرا والأخ عرفات أيضا شكرا مدير مكتبك شعور الرياضة فرعدا الحمد لله حققنا البطولة بدون أي خسارة وهذا شيء طيب وشيء جميل أيضا أحسن حارس من النادي وأيضا أقوى الدفاع وأقوى هجوم وهذا شيء أيضا طيب يحسب للفريق الحمد لله عملنا مع الفريق بشكل متواصل ظهر من خلال ثبات المستوى من أول مباراة إلى آخر مباراة ولله الحمد لله هذا شيء طيب وشيء جميل للمستقبل المهاجم التلالي أحمد ماهر خطف لقب هدافي البطولة بثمانية عشر هدفا متساويا مع عبدالله حيدان مهاجم الروضة بعدد الأهداف لتحتسب لجنة البطولة عدد الإنذارات والقرارات الإدارية وتحييد ضربات الجزاء وكرم لاعب الجزيرة عبدالله حبش بكاس أفضل لاعب بالبطولة وعبدالله حيدان كأفضل لاعب صاعد وجاءت جائزة أفضل حارس من نصيب سالم الهارش حارس عارين نادي الوحدة صلاح العاقل لقناة الغد المشرق عدم نهاية النشرة وهذا تذكيرا بأبرز العنوين الميليشيات الحوثية تجند الأطفال وتستخدم المدنيين دروعا بشرية في مناطق سيطرتها الحكومة تؤكد أن الوضع الراهن لناقلة النفط الصافر لا يحتمل مزيدا من مراوغات ميليشيات الحوثي عسيئون تستعد لتنظيم مليونية تعبر عن مطالب أبناء حضر موت لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوائي والمزيد من الأخبار تابع منصاتنا الظاهر أسفل الشاشة على اللقاء اشتركوا في القناة